مبارح تناولت الخبر بتاع الكابتن طاربوزيت وانا مقابل الهوى عرفته على طول فتكلمت عنه وقلت يا جماعة يعني عشان بس نكون منصفين ومثل تلك الاخبار او مثل هذه الاخبار ما ينفعش تتاخد كده في المطلق لان ده شخصيات كبيرة وشخصيات لها وزناها وشخصيات لها قمتها اختلف واتفق بس انت بتتكلم في نجم كبير نجم اسطوري من اساطير الكرة القدم المصرية والنادي الاهلي اختلفوا اتفق معاه في 300 حاجة ده عادي كلنا بنختلف وناتفق على بعض بس كل واحد ليه قيمته وليه قدره وليه تأثيره وراجل كان وزير سابق واسبق وكان وعدو برلمان ونجم اسطوري قبل ده كله في النادي الاهلي فخبر اللي هو بتاع الشيك وحكم الشيك وبدون رصيد والكلام ده فالحقيقة شفت الخبر فقلت مبارح انا عندي تصور وعندي احساس ان ده في اطار تبادلات تجارية مستحيل يعني الكاب تنتقر ماخدش من حد فلوس وداله الشيك ودعك عليه وراجل عنده البزنس الخاص بتاعه وانت كراجل مسئول عن شركتك ولا حاجة بتمضي كل الشيكات انت ممكن تبقى بتمضي شيك لمقابل بضاعة البضاعة ما بتجيش فتقول خلاص مش بسيل الشيك فهو ما يجيبش البضاعة لكن الشيك في الاخر اصبح مصوخ ضدك روح المحكمة بيه والشيك المحكمة بتتعامل مع انه عالشخصة مش عالشركة كده قصص قانونية لكن في الاخر هي موضوع تجاري بحت الحقيقة شفت البيان اللي نزل النهاردة عمل بيان الحقيقة الممثل القانوني بتاع الكابت انتهر ابو زيد الاستاذ ايمن عطلة المستشار القانوني عمل بيان حقوله لكه بسرعة يعني حطلنا عنوين الاخبار اللي نزلت بيان صحفي بخصوص ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تابع الممثل القانوني عن وزير الرياضة الاسبخ ونجب مصر منتخب مصر الكابتن طهر ابو زيد ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مغلوطة بغرض التشويه والاساء لصومة الكابتن طهر ابو زيد واذن وضح ان قضاء الشيكات المقاومة ضد الكابتن طهر قد اقيمت بالصفاته لما شفت البيان بقى قلت ان انا كان الحدس بتاعي سليم لو احساسي يعني سليم وانها لا تمت انها بصفته رئيسا لمجلس ادارة بعض الشركات وانها لا تمت لشخص الكابتن طهر بثمة صلة ذلك فضلا عن ان ارقام القضايا المتداولة في بعض المواقع الالكترونية غير دقيقة لا تعبر عن حقيقة الواقع اذ انه تم التصالح في بعض تلك القضايا والبعض الاخر منظور امام القضاء ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي ونهيبه بالتزام الحيدة وتقاصر الحقائق قبل نشر تلك الاخبار المكذوبة عن شخص يتمتع بثقة وحب الجميع كما ينوه الممثل القانوني عن الكابتن طهر ابو زيد لخطورة نشر مثل هذه الاخبار والتي تضع اصحابها تحت طائلة القوانين العقابية وانه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة قبل قبل نشير تلك الاخبار ووقع تحت الدكتور ايمان عطالة الممثل القانوني لوزير الرياضة الاسبق الكابتن طهر ابو زيد طيب كمان ها قريكم النهاردة المواقع نشرت عن هذا الكلام الجمهورية بتقول ده الدستور محامي طهر ابو زيد اخبار قضايا الشيكات غير صحيح الجمهورية كمان بتقول محامي طهر ابو زيد ينفي اخبار قضايا الشيكات فيتو المستشار القانوني لطهر ابو زيد يكشف كواليس قضايا الشيكات بدون رصيد اليوم السابع هنختم باليوم السابع محامي طهر ابو زيد ينفي الاخبار المتدولة بشأن قضايا الشيكات ويقاضي المتجاوزين